السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حوايب عاملين اي رب تكونوا بخير. النهر ده كده عملنا بقى التسالي بتاع تلعيد كل سنة وانتو طيبين يا رب. بنعاد عليكم الايام بالخير. عملنا ترمس وعملنا حلبة. وعملنا حمص. وسوداني وشوكولاتة. يعني عملنا عملنا حاجات كتير بصراحة. وعملنا الاكل بتاعنا. وعملنا روعنا الشقة وعملناها بقى ورصنا الصينية كده. حطنا الترمس والحلبة والحمص. حطنا السوداني. آآ بصراحة يعني عملنا حاجات كتير النهاردة. وعملنا الاكل بتاعنا عملنا شوية محشي. ورع عناب وكرومب وكوسة وفلفل. تشكيلة محشي وعملنا بط بط. آآ بقى الفعنا وشوفها وعملنا شوية. معي الاخر الفيديو. هنكمل الفيديو مع بعض كده. هنشوف حاجات كتيرة. خلاص هلاصنا واه زي ما انتم شايفين كده. رصنا الصينية رصنا كل حاجة عملناها. السوداني عملناها والحلبة. آآ والحمص والترمس. ما بياخدوش بصراحة وقت في العميل. انت اما حاجة بس في الترمس والحمص. ان انت بتناعيه قبلها مسلا بخمس ست ساعت. او يوم كامل. بيطلع ماك الحبات كبيرة كده. ومياخد شوية على النار. والحلبة زي ما قلنا ان انت بتناعيها الحلبة الاول بتغسلها حلب. وتناعيها في شوية مية. عيها يوم كامل في المية. وبعد ما تتناعي بتروح حطها في مصفة. وتحط عليها الشاشة بيضة من فوق. وتحطها في المطبق. كل ما انت ما تخش المطبق ترشارش مية عليها من فوق. لحد ما تبتدي ايه تزرع معاك. زي ما انتوا شايفين كده احنا نحطيني الشيكولاتات بها متنوعة. اللي حابب بقى اي اخد اي حاجة. يارب يكون الفيديو اعجبكم. ما تنسونوش باللايك والشير. وان شاء الله نعمل لكم بديات من دي كتير. نعمل الحمص اهوة تناعيني الحمص. لما بتناعي ما بياخد شوية في السوا. وبيستقود بسرعة. ودي الترمس اهوة تناعينيه برضك. ودي الحلبة احنا عملناها اهيت. شايفيني الحلبة بدأت تزرع. ان هي عملها سهلة. ان انت انسيت اصور بقى بقية الفيديو. بتناعها يوم كامل في مية. وبعد كده بتحطها في مصفة. وكل ما انت تحطها في الحطي تحتها الطبق. وانت كل ما تخش للمطبق. اه ترش على ما ينفوه. وانشوف هنعمل ايه تاني. حطينا الترمس اهوة نسل والترمس. والحمص هوت كمان. عشان ايه نشوف بييت هنعمل ايه? نعمل بيت ايه? الروة بقى الشقة ونعمل بقى نفرش حاجات زي كده. اه حطت الترمس اهوة اه بدأت سلقه. بعد ما كنت نعاها يوم كامل. نعاعته يوم كامل هو والحمص. بيبقى احسن. لما تنعاها ترمس كده والحمص ما بياخدهش وقت في السوى. والحباب بتنفش كده بيبقى ايه? الحبابة كبيرة نفسها. خلاص واللعت على الترمس والحمص اهوة بتسلقه. آآ خلاص لما بتنعاهم يوم كامل في المية ما بياخدهش وقت في السوى. بتلاقي الحبابة بتاعته كبيرة كده. بيبتدي الحبابة بتاعته بتنفش تبقى كبيرة. بيبقى ايه? ما بياخدش وقت على النار. انما لما بتعملي كده على طول بياخد وقت على النار. وبتبقى الحباس عادة الحباس تغيرها مش مش بتكبر كده زي ما انت بتناعيه. وهنشوف هنعمل ايه تاني بقى? يعني احنا عملنا شوية حاجات كتير بقى. عملنا التسلي بتاعت العيد. وخلاص كده نطفت عليهم. زي ما انتم شايفين كده الحمص خلاص خليس واستوى. والترمس واسمهم بقى يبردوا خالص وبعين هغسلهم. وهنبتدي بقى ايه? جاهزة حط لهم لمون. لمون وملح. وفيه ناس بتحب تحط عليه شطة وكده. اهو زي ما انتم شايفين كده. وهنبتدي بقى نحط عليه الملح واللمون بتاعنا. فيه ناس بقى بتحب تحط عليه شطة. اهو حطينا الملح بتاعه كده ونقلبه. ما انتم شايفين? وهنحط هنا ملح كمان. ونقلب الكمية بتاعتنا. ونحو فيه ناس بقى بتحب تحط عليه شطة. تحب تحط عليه كمون. يعني كل واحد حسب ما هو بيحب ياكله. خلاص خلصنا اهوات. واتعصرت عليه لمون. وقطعت عليه كمون لمون شرايح كمان زي ما انتم شايفين كده. وساعة التقديم بقى ليحب يزود لمون بيزود لمون يعني دي حاجة ترجع لكي. بس هما حاجة ان انت بدأ تحطيه وتحط الملح بتاعك وتحط عليه شوية مية. اه وبالفة هنا وشف. زي ما انتم شايفين كده. خلاص كده احنا خلصنا اهو الترمس. عملنا الترمس والحمص والحلبة بتاعتنا. وعملنا بقى شوية محشي. عشان احنا ايه اه عملت شوية محشي كروم. وشوية محشي وراء آآ وراء عنب. عملنا بطاية. عملنا شوية محشي كده. آآ كل سنة وانتوا طيبين بقى النهاردة كنا عاملين ايه شوية. آآ يعني تشكيلة محشي كده زي ما انتم شايفين. خلاص انا خلصتهم بس ما صورتش من الاول يعني انا عملت المحشي خلاص خلصتو. وركنتو آآ لحد مما اجي ايه اسويه بقى. آآ دي اهيات عملنا كنا عاملين بطاية. سوتها وخلاص طلعتها خلاصة هي تستوت. وهنشوف هنعمل تاني. هنبتدي بقى ده صابون. الكيس ده بعشرين جنيه. يعمل لك تمانية كيلو. هنعمله بقى وهنبتدي بقى تخسلي بيه الاطباق بتاعتك وتمسحي بيه. الريحة بتاعته حلوة. رحة اللمون حلوة فيه قوي. او الكيس ده بعشرين بيمكن يعمل لك تمانية كيلو. انا عملت منه او عملت منه تمانية كيلو. عزية تقيل بتقليل الكيمية شوية. ده ده المسحول اللي بيبقى فيه من جوة. ودي الجيل اللي بيبقى فيه بالدواب الاتنين دول اول وبعد كده بتحطوه في جردل وتحط المية وتعود يتقلبيش فيه شوية. وتسبيت ركنيه بعدها بايه? ساعتين تلاتة تبتجي تستخدمي. بس بصراحة بيعمل رغبة حلوة. يعني شايفت الرغبة غير كمان الريحة بتاعته جميلة. يعني الريحة بتاعته اللي هو اللون ريحة اللمون. انا اول مرة اجوبه اول مرة استخدمه بس بصراحة كويس. الازازة دي بتقيم ليها لحد ما اتعدي لتر ونص. هنكبها كده زي ما انتم شايفين. وهنعمل الصابون مع بعض. عشان نبتدي بقى نعمل به نغسل بالحمام ونغسل بالمطبخ. آآ نعمل به. ده انا عملتي زيزتين هو بيبقى خفيف شوية كده بس براغي. عملت زيزتين دوله فيه زيزة كمان كبيرة. آآ هنبتدي بقى نعمل كده ونشوف هنعمل التاني. احنا خلاصة هو اتعملت الصابون وهنبتدي بقى الروع في الشقة. احنا خلصنا الاكل خلصنا هو غرفنا ده الكروم. ده مخلل اهو زي ما انتم شايفين كده غرفنا الكروم. وده مخلل مشكل. عملنا عصير مانجا. عملنا شوية عصير وعملنا شوية بلع. يعني تشكيلة كده. آآ وخلاصة نبتدي احنا علصنا كل الورانة. وهنبتدي ده الاكل اهو خلاص احنا رفسينا اهوت. آآ ده المحشي اهو زي ما انتم شايفين. يارب يكون الفيديو عجبكو. لو المرة تشوفوا في قناتي اشتركوا في فعلي زر الجرس. عشان يوصلك كل جلس نهو زي ما انتم شايفين كده. يارب يكون الفيديو عجبكو. ما تنسونش باللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل سلام انتم طيبين.